الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عمجا طيما ينذر أسا شديدا من لتهم ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالما بأن لهم أجرا حسنا ما كتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرتك لماذا تخرج من أقوائهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باطع نفسك على آثارهم اللي يمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما علم أن تزين فلها لدبلوهم أي محسن عملاء وإنا نجاعدون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرفيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آثنا ملة ترحب ترحب إلنا من أمرنا رسلا فضربنا على آثارهم في الكهف السنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أقصى لما لابدوا آمدا نحن نقص علي كلباءهم بالخطر إنهم فتية آمنوا بربيهم وزدناهم هدى ورغبنا على قلوبهم حقا ورغبنا رب السماوات ولو بلن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذن شدقا هؤلاء قومنا تخذوا من دونه آلهة لولا يأتونا عليهم بسلطان بين فمن أظلم بمن افترع على الله كذبا وإذ اعتذبتمهم وما يعبدون إلا الله فأقو إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقا وترى الشمس إذا طلعت تزابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تطلطهم ذات الشمال وهم تفجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم وليهم مرشدا وتحسدهم أيقاطهم وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسطون ذراعيهم بالوسيد لم انطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولم ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم طالقا وإنهم منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يمن أبعض ينقروا ربكم أعلموا بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظروا أيها أزكا طعاما فليأتكم برزق منه وليتالطف ولا يمشعرن بكم أحدا إنهم من يطهروا عليكم يرجعونكم ويعيدوكم في من الذهم ولن تفلقوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن معد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ضلقوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ويقولون خمسة سادسهم كلهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلهم فربي أعلموا بعدتهم ما يعلموا إلا قليل ولا تماركهم إلا مرام ظاهر ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء النفاع ذلك قد إلا إن يشاء الله وذكر رفق إذا نسيت بطل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهدهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لكثم له ضيب السماوات والأرض بصل بهم أسمع مالهم من دونه بولي ولا يشرب في حقمه أحدا وذل ما مهنئ إليك من كتاب ربك لا مبتل لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا واصدر نفسك مع الذين يدرون ربهم بالغداة والعاشق يريدون وجههم ولا تعدوا عنا تعدوا تريدوا زينة الحياة الدنيا ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمرهم قرطا وقل الحق بالربي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين النار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاكوا بما إن فالمهل يشوي المجوه بإس الشراب وسأكمر تفاقا إن الذين آبوا وعبوا الصالحاتنا لا نضيعوا أجر من أكثر عبلا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم لنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من سندس واستبرق المنتهيين فيها على الأرائي في نعم الثواب وحسنت مرتفاقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل ونخلنا غيناهما زرعا إن فالجنتين آفتوا كلها ولن تخدم منه شيئا وفرقناهما لهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحامره أن أكثر من كمانا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أقن أن تبيد هذه أبدا وما أقن ساعة طائمة ولا يردد إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحامره أكفرت بالني خلقك من قراب ثم من نوضفة ثم سوات رجلا لكنه الله ربي ولا أشرب بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل من كمانهم وولدا فأعزى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع لهم طلبا وأحيط بسبنه فأصبح ينقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليت لي لم أشرب ربي أحدا ولم تكن لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان ممنتصرا هناك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب له مهدلا بحياة الدنيا تبا انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضرع الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون سينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوما نسير الجبال وطر الأرض بارسة وحشرناهم فلم نغادر منه أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فانزعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فضر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا فالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملاهفة اسجدوا لآدما فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسقى عن أمر ربه أفتتخذونهم ذريتهم أولياء من دوني فهم لكم عدوا فكس للظالمين بدلا ما أشهدهم فلق الصلاوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادو الشركائي الذين زعمتم فدعوهم حلف يستتيبوا لهم وجعلنا بينهم موذقا ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلى مرسلين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أفنة أن يبقهوه وفي آدالهم وقرى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخدهم بما تسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موهلا وتلك القرى أهلتناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي قطبا فلما بلغا مجمع بينهما لسياح تهرما فتخذ سبيلهم في البحر صربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى صفرتي فإني نسيت الحوت وما أنسانيهم إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيلهم في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتدى على أثاره ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت الرجدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لن تحط به فبرا قال ستجدني إن شاء الله صامرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جهت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلهم قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جهت شيئا نظرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سأتبعا شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن يوقف فأقامه قال لو شدت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سنبتلك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السجينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فارقوان أعيبها وكان مراءهم ملك يأخذ كل سجينة غصدا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهيقهما تغيانا وغفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاةه وأقرب رغما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته فانزلهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأفيل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن دلقرنين قل سأبق عليكم منه ثقرا إنا مكانا لهم في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فأدعى سببا حتى إذا بلغ مضرب الشمس وجدها تقرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا دلقرنين إما أن تعدب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبهم ثم يرد إلى ربه فيعذبهم عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فلهم جزاءا لحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مضلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه فضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يبقهون قولا قالوا يا دلقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصلفين قال أن تفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وذرنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعبدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخصرين أعمالا الذين ضل سعيبهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون سلعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت عمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما قفروا واتخذوا آياتي ورسلي هنزلا إن الذين آمنوا عبنوا الصارحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خاردين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كافها يا عين صاد الذكر الرحمن لرب تعبدهم زكريا إذ نادى ربهم نداء خفية قال رب إني وهن العقل مني واشتعى الرأس شيئا ولن أكن بدعائك رب شقيا وإني خذت الموالي ببرائي وكانت امرأتي عاجرا فهبري ملة كوليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نغشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنه يقول لغلام وكانت امرأتي عاجرا وقد بلغت من الكبر عيديا من الكبر عيديا قال كذلك قال ربك هو علي يهين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيةك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سميا فخرج على قومه من المحرار فأوحى إليهم أن سبحوا كبرتهم وعشيا يا يحياء في الكتاب بطوة وآتينا ورحمة صبيا وحنانا من لدنا وسكاة وكان تقيا وضررا لبالدين ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم قلد ويوم يموت ويوم ينبعه حييا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه امتجابا فأخذنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سبيا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زبيا قالت أنه يكون لي غلام ولم ينسسني بشرا ولم أكبغيا قال كذلك قال ربك هو علي أهين ولنجعله آية للناس مرحلة منا وكان أمرا مقضيا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاء إلى جدع النخلة قالت يا ليتني منت قبل هذا بكنت نسيا منسيا فلا داها من تحتها ألا تحزني فتجعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رتبا جنيا فكلي مشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذط للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قال يا مريم لقد جهت شيئا فريا يا أفتهارون ما كان أبوك امرأ سرم وما كانت أموك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبغرا ببالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم بلدت ويوم أموت ويوم أبعث محيا ذلك عيسى بلمغيا قول الحق الذي فيه يمتظ ما كان لله أن يتخذ بهم ولد سبحانه إذا قضاه من فإنما يقول لكم فيكون وإن الله ربي وردكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين أكثروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكي طالبون اليوم في ضلال مبين وأنتهم يوم الحسرة لإذ قضي الأرض وهم في غفرة وهم لا يبنون إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله أكبر